بصراحة كانت هناك فرض إرادات من قبل كتل السياسي وهذا راح تكتب للتأريخ فقدنا استحقاقات الانتخابية توزيعها كان باتفاق سياسي بحت بدون رجوع إلى استحقاقات انتخابية لكن رغم هذا رغم كل الملاحظات تشكيل اللجان الدائمة واختيار رئاساتها سوف يكون لها دور كبير في ناحية تكون للمجلس النواب العراقي بصمة في تشريع القوانين المهمة لتمسحها للمواطن ومن ثم تراقب مؤسسات الدولة في كل ملفات الفساد الموجودة في مؤسسات الدولة رغم أن هناك ملاحظات على آلية الاختيار رئاسات اللجان من قبل الكتل الناشئة والأحزاب الناشئة ومن ثم المستخدمين